أهلا بكم مجددا مشاهدين وقبل أن نستعرض مواضعنا ننتقل إلى الزمير رؤوف نتصفف معه أبرز ما عنوانته الصحف الأمريكية اليوم إليك رؤوف شكرا ميرا وشكر أيضا لكم مشاهدينا ندعوكم الآن في هذه الجولة في آخر ما تناولته الصحف الأمريكية من تطورات في الولايات المتحدة والعالم نبدأ هذه الجولة مع مقال في وول ستريت جورنل بعنوان كامالا هاريس تكافح من أجل اختراق الطبقة العاملة وهذا ما يخشاه الديمقراطيون قالت الصحفة أن الديمقراطيين صاروا قليقين سررا بشأن مكانة المرشحة كامالا هاريس بين الناخبين من الطبقة العاملة في الولايات الحاسمة وخاصة في ميشيغان وضفت الصحفة دائما أن الديمقراطيين في الولاية حثوا حملة هاريس على توجيه المزيد من النداءات العلنية لعمل السيارات من خلال التأكيد على عمل الإدارة لتنمية الصناعة وبناء مصانع جديدة ننتقل إلى موقع بلومبرغ ونقرأ مقالا تحت عنوان إعصار ميلتون على وشك إنهاء قرن من الحظ السعيد في تامبا بفلوريدا جاء في المقال أن إعصار ميلتون يسير نحو توجيه ضربة مدمرة لمنطقة خليج تامبا في فلوريدا ومن المحتمل أن يوجه أول ضربة مباشرة من إعصار منذ قن أضافت أن الاستعدادات للإعصار وصلت إلى مراحلها النهائية ونقل عن خبراء الأرصاد قول لهم إن إعصار ميلتون كبير ومن المحتمل أن تكون له أثار خطيرة صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا تحت عنوان ما الذي تستطيع حماس تحقيقه بعد عام من الحرب قالت الصحيفة إن حماس أطلقت ثواريخ على إسرائيل في الذكرى الأولى للحرب على الرغم من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية دمرت قدرات الحركة وأضافت أن المعلومات حول قدرات حماس ومخزونها من الأسلحة ما زالت غامضة كما أن الحركة أنضت سنوات في تطوير متاهة هائلة من الأنفاق تحت الأرض محصنة بأبواب مضادة للصدمات وقادرة على الصمود في وجه الهجمات الإسرائيلية المتكررة نختم هذه الجولة بمقال في الواشنطن بوست تحت عنوان ولاية أمريكية تقاضي تيك توك وتقول إن ميزاته الإدمانية تجذب الأطفال جاء في هذا المقال أن المدعين العامين في 12 ولاية أمريكية والعاصمة واشنطن يحضرون لرفع دعاوى قضائية ضد تطبيق تيك توك بسبب ما يصفونه باستخدام التطبيق ميزات تجعل الأطفال مدمنين عليه يقول المدعون العامون في هذه الولايات إن تيك توك انتهك قوانين حماية المستهلك المحلية كما أنه ظل لمستخدميه حول مدى أمان التطبيق بالنسبة للأطفال مشاهدينك كانت هذه أبرز العنوين والمقالات في الصحف الأمريكية لهذا المساء بتأكيد سنتابع المزيد مع كيميرا في أمريكا هذا المساء إليك نعم رؤوف شكرا لك أعلنت الولايات المتحدة أن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار اليوم تظهر أن الجماعة التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أصبحت في موقف دفاعي وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفيا أن هذه الدعوة تظهر تراجع الحزب مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري نقاشات مع عدد من الأطراف المختلفة داخل لبنان أعتقد أن رد فعل الأول على هذا هو أين كانوا لمدة عام؟ لمدة عام كان العالم يدعو حزب الله إلى وقف الهجمات عبر الحدود مع إسرائيل ولعام كامل قال حزب الله إنه لن يفعل ذلك ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة لقد ربطوا بين الأمرين عندما كان المجتمع الدولي يقول أوقف القتال وكانت إسرائيل تقول إذا أوقف حزب الله لهجمات عبر الحدود فإن إسرائيل ستوقف هجماتها ردا على حزب الله لذلك ولمدة عام كان العالم يدعو إلى وقف إطلاق النار هذا وكان حزب الله يرفض الموافقة على ذلك والآن بعد أن أصبح حزب الله في موقف دفاعي ويتعرض للضرب فجأة غيروا لهجاتهم ويريدون وقف إطلاق النار أعتقد أن هذا ليس مفاجئا بالنظر إلى الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه هذا وأعلنت الولايات المتحدة أن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جيلانت ألغى خطته لزيارتها الأربعاء وأضافت أنها تتطلع لاستقباله في وقت لاحق وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي أن البنتاجون أحيط علما أن الوزير جالانت سيؤجل زيارته إلى واشنطن محيلة الأسئلة عن سبب تأجيل الزيارة لحكومة إسرائيل بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين مع نظيره المصري بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة وبحسب بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية فقد تطرق الوزيران في اتصال هاتفي إلى مستجدات الأوضاع وما تفرضه من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور لاحتواء التصعيد الراهن بالمنطقة بالإضافة إلى تناول الوزيرين المواقف حيال الأمن المائي المصري وقدم الوزير بلينكين الشكر لمصر لجهودها المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق صراح الرهائن للوقوف على آخر المواقف الأمريكية معنا الآن من العاصمة واشنطن مراسل الحرة من البيت الأبيض هشام بورار هشام أهلا بك معنا بالتأكيد نتوقف معك حول آخر تصريحات البيت الأبيض وخصوصا المتعلقة بآخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالحرب التي بدأتها إسرائيل بطبيعة الحال في جنوب لبنان وبكل تأكيد ما سمعناه من وزارة الخارجية يعكس موقف البيت الأبيض اليوم الذي يرى بأن هذه الدعوة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله اللبناني متأخرة وليس في الوقت المناسب لماذا؟ لأن كارين جون بير المتحدة باسم البيت الأبيض بالأمس قالت في ما اعتبر أوضح تأييد من الولايات المتحدة لما تقوم به إسرائيل حاليا لإضعاف قدرات حزب الله اللبناني كجزء من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أنه يحظى بتأييد البيت الأبيض وتقول بأن عندما يكون الوقت مناسبا فالولايات المتحدة استضغط باتجاه وقف إطلاق النار والآن هذا الضغط لم نسمعه قويا باستثناء البيت الأبيض يتحدث عن استكشاف سبل العودة إلى المفاوضات عبر التواصل مع مسؤولين ومع شركاء في لبنان وعلاقة بلبنان والمسؤولين اللبنانيين وأيضا المسؤولين الإسرائيليين لكن ما نعلمه أنه بنيامين تنياهو رئيس الوزراء الإسرائيل ليس جزءا من هؤلاء المسؤولين اليوم جهود التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل لضربة متوقعة لرد فعل متوقعة الأقل من إسرائيل توجه إيران واجهت ضربة جديدة هذه الجهود بعد تأجيل زيارة يوفغالنت أو إلغاء زيارة يوفغالنت إلى واشنطن ولقائه مع وزير الدفاع الأمريكي كانت ستكون فرصة تطلع إلى الولايات المتحدة للتنسيق حول الخطوات التالية لإسرائيل الولايات المتحدة حتى الآن تتنظر بترقب ما هي هذه الخطوة كيف سترد إسرائيل لكن يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن لا توجد لدي خطة على الأقل وفقا للتقييمير بيت الأبيض ولم يتخذ قرارا بعد لكن هناك اتصال هاتفي ينتظر أيضا الجميع وهو اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس جو بايدن أو بالأحرى بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي وعاد به الرئيس جو بايدن منذ أسبوع حتى الآن لم يجري هذا الاتصال وكان هذا الاتصال الكثير ينظر إليه على أنه سيكون على الأقل إشارة على أن هناك مرحلة أو قرار تخذ يحتاج إلى التنسيق والتشاور على الأقل مع الولايات المتحدة ثم ينضف إلى ذلك ولتعقيدات هذه العلاقة التسريبات من كتاب بابو دورد وحرب هذا الكتاب الذي يكشف عن علاقة مؤتربة متقلبة بين بايدن ونيتنياهو وأوصاف من رئيس بايدن لنيتنياهو لا شك كان لنيتنياهو لن يرحب بها خصوصا في هذه المرحلة شاف ضوء ما نتحدث عنه إن كانت هناك تصريحات من قبل واشنطن هل تؤيد فعلا أن تتجه إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران أم أنها ربما قد ترى بأنه الوقت غير مناسب حتى لا تتجه الأمور نحو مزيدا من التصعيد فيها أي إشارات حول هذا الموضوع ولأن الولايات المتحدة تدرك بأن هذا ليس قرار واشنطن أن توجه ضربة لإيران إسرائيل لإيران أم لا اتخذت موقفا واضحا هو أنه من حق إسرائيل الرد على حوالي مئتي صاروخ استهدف أراضيها وآثار الرعب بين سكانها ولما كانوا في الملاجئ يقول مسؤولنا الأمريكيون كانت هناك ضحايا بين المدنيين الإسرائيليين الولايات المتحدة في نفس الوقت تدرك إن هذا الرد قادم لا محالة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيا مينيتنياه الذي لطالما كانت لديه خطة لاستهداف إسرائيل وتنته عنها الاستهداف إيران وتنته عنها الولايات المتحدة هذه المرة الولايات المتحدة معنية بشكل مباشر فإنها ستحتاج للدفاع عن مصالحها في حال حدثت هذه الضربة وأيضا تحتاج لاستنفار قدراتها الدفاعية للدفاع عن إسرائيل أنا أشكرك جزيلا شكر مراسل الحرة من البيت الأبيض هشان بورار أوصى تقرير أمريكي بضرورة تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في الشرق الأوسط لردع إيران والعمل مع حلفائها لدعم الدول التي تستغلها طهران لتعزيز نفوذها التقرير الذي أعدته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثي المستقلة في العاصمة واشنطن خالص إلى أهمية تبني سياسة موحدة تشدد العقوبات الاقتصادية على إيران وتعيد التركيز على خطورة برنامجها النووي مع إبقاء الباب مفتوحا للحوار وشدد التقرير على حاجة واشنطن إلى الانخراط مع حلفائها في شرق آسيا للتنسيق بشأن إيران بما فيها مبيعات النفط الإيرانية غير المشروعة وأنشطتها المالية دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري لينسي جراهم إسرائيل والصعودية إلى التوحد وإيجاد حلا للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أنه يجب إصلاح السلطة الفلسطينية لتكون جاهزة لإعادة بناء قطاع غزة وتغيير نظام التعليم مع ضرورة تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل ما يجب أن يحدث قريبا هو أن تتحدى المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية حيث يتولى العرب السلطة الفلسطينية في غزة وأن تكون هناك سلطة فلسطينية فعالة في الضفة الغربية كما يجب إعادة إعمار قطاع غزة ويجب أن يتم تغيير نظام التعليم في الأراضي الفلسطينية حتى لا يتم تعليم كراهية الشعب اليهودي ستكون هناك حياة مفعمة بالأمل تقدم للشعب الفلسطيني أو ستكون هناك منطقة منزوعة التطرف والسلاح كما يجب تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان وكذلك لن تذهب إسرائيل إلى أي مكان للحديث أكثر ينضم إلينا الآن من العاصمة واشنطن دوغلاس أوليفانت الخبير العسكري الأمريكي وكبير الباحثين في مؤسس نيو أمريكا أهلا بك معنا يعني بداية دعنا نغوص أكثر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلن حزب الله عن دعوة واضحة لوقف إطلاق النار كيف يمكن قراءة هذه الدعوة سيد أوليفانت نعم كما يبدو وكما رأينا في تقرير من مرأسي لكم لا البيت الأبيض ولا مزارة الخارجية تعتبر أن الوقت الآن أصبح سانحا لوقف لإطلاق النار هذا يعني أن أمريكا تعطي إسرائيل ضوءا أخضر لتقوم بعمليات في لبنان ولتواجه حزب الله على الأقل حتى الآن ربما يتغير الموقف الأمريكي في الأيام المقبلة ولكن حتى الآن ليس من ضغط على إسرائيل لتوافق على أي وقف لإطلاق النار مع حزب الله لكن سيد أوليفانت عندما تتحدث الخارجية الأمريكية عن أن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار يعني بأنها في موقف دفاعي هل يعني ذلك بأن حزب الله لم يعد قادرا على القيام بهجمات وضربات هجومية إن صح التعبير داخل إسرائيل لا يبدو أن الوضع كذلك على أي حال وزارة الخارجية ربما تعتبر ذلك ولكن غالبية المحللين في المنطقة برأيي لن يقول ذلك طبعا كانت الأسبوع الأخيرة سيئة جدا لحزب الله وجيدة جدا لإسرائيل الضربة التي أدت إلى مقتل نصر الله وكذلك الهجوم على أجهزة البيجرز أو تفجير أجهزة البيجرز كل ذلك أثر على الحزب ولكن هذا لا يعني أن الحزب أصبح ضعيفا ومن دون أي قدرة على الدفاع طبعا أيضا الإسرائيل كانت لديها إنجازات جيدة ولكن حزب الله يبقى كما هو الخارجية الأمريكية تتحدث عن أن الولايات المتحدة تجري نقاشات مع شخصيات لبنانية فيما يخص موضوع وقف إطلاق النار برأيك على ماذا يتم التحرك الآن فيما يخص موضوع وقف إطلاق النار وهل يعتبر القرار 1701 هو القاعدة الأساسية التي من الممكن أن يتم الانطلاق منها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان لا أعتقد ذلك وقف لإطلاق النار في لبنان يتم التوصل إليه بين الإسرائيليين واللبنانيين ولكن نعني بذلك غالبا حزب الله طبعا هناك أيضا لعبون آخرون في لبنان قد يؤثروا على الحزب أو ينقلوا له الرسائل ولكن في نهاية المطاف إسرائيل وحزب الله يجدروا أن يعتقدوا أن وقفا لإطلاق النار أصبح في مصلحتهما نحتاج إلى فريقين للموافقة على وقف إطلاق النار ربما حزب الله وصل إلى هذه النقطة ولكن ليس إسرائيل حتى الآن اللافت فيما نتحدث عنه سيد ليفانت بأنه بدنا نتحدث عن جبهتين منفصلتين رغم أن إسرائيل هي التي تخوط في هذه الحرب سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان بمعنى إن تم التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني بأن هناك وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان لا لا يبدو الأمر كذلك أعتقد أن أمريكا في الأيام الماضية لم تتكلم كثيرا عن وقف لإطلاق النار في غزة ولكن هذا لا يعني أن أمريكا لا تدعم وقف إطلاق النار في غزة أما بالنسبة لوقف لإطلاق النار مع حزب الله يبدو أن أمريكا الآن لا تضغط على إسرائيل لتصل إلى هكذا اتفاق فأنت على حق هناك فريق في الشمال يختلف عن الفريق في الجنوب ووقف إطلاق النار يختلف أشكرك جزيلا شكر بالتأكيد الضيفي من العاصمة واشنطن دوغلاس أوليفانت الخبير العسكري الأمريكي وكبير الباحثين في مؤسسات نيو أمريكا شكرا جزيلا أهلا بكم من جديد أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أحد قادة قوات الدعم السريع في السودان بسبب دوره في الحصول على أسلحة لتنظيمه وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن العقوبات فرضت على القوني حمدان داقلو موسا لضلوعه في جهود قوات الدعم السريع لشراء الأسلحة ومعدات عسكرية أخرى ساهمت في تعزيز عملياتها المستمرة في السودان وضف ميلر أن أفعاله أججت الحرب في السودان والفضائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين والتي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقية معنا الآن من ولاية كاليفورنيا مرسلنا ناصر عبد الحق ناصر إذن ما الذي تضمنته هذه العقوبات الأمريكية الجديدة أسبابها وتأثيراتها أيضا على الصراع في السودان حسب وجهة نظر واشنطن نعم هذه العقوبات حقيقة أتت ضد هؤلاء أو هذين الشخصين كما تعتقد الولايات المتحدة بدورهما في الحرب القائمة في السودان والتي أدت إلى ارتكاب قوات الدعم السريع لما تصفه الولايات المتحدة بجرائم حرب وهذه العقوبات على هؤلاء الشخصين ستشمل منعهم من أي نشاطات تجارية أو نشاطات مؤسسية في الولايات المتحدة والحجز على أرصدتهم وأيضا حظر التعامل معهما من قبل أي أفراد أو شركات أمريكية هذه العقوبات حقيقة ليست هي الأولى من نوعها فالولايات المتحدة تراقب عن كثب منذ اندلاع الحرب في السودان وقد شاهدت أن قوات الدعم السريع خلال بعض فترات الحرب ترتكب أعمال تصفها الولايات المتحدة بأنها جرائم حرب وتهدد حياة المدنيين وكما نعلم هناك عقوبات تمت من قبل الولايات المتحدة تجاه فردين آخرين وهما علي محمد جبريل وهناك أيضا شخص آخر عثمان محمد حيدر قد فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات مماثلة في شهر مايو الماضي لاتهيامهما بارتكاب جرائم حرب في منطقة الفاشر في دارفور إذن هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على أفراد من قوات الدعم السريع تهدف إلى خفض التصعيد في السودان وذلك ما نادت به الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وذلك لما يعانيه السكان هناك من عمليات قتل وتهجير من كاليفورنيا كنت معنا ناصر عبدالحق مراسل الحرة شكرا جزيلا لك بشأن آخر أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد أجرته رويترز إبسوس أن نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كاميلا هاريس تتقدم على منافسها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق ثلاث نقاط مئوية بنسبة 46% مقابل 43% ويخض المرشحان منافسة متقاربة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر القادم ترجمة نانسي قنقر هذا وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أنها لن تلتقي في حال أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الرئيس الروسية فلاديمير بوتين لبحث الحرب في أوكرانيا إذا لم يشارك في الاجتماع ممثل عن كيف وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية أنه يجب أن تكون لأوكرانيا كلمة بشأن مستقبلها متهمة المرشحة الجمهورية الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه سيسلم أوكرانيا للرئيس الروسي إذا فاز في الانتخابات لن يكون هناك لقاء ثنائي مع بوتين بدون أوكرانيا يجب أن يكون لأوكرانيا رأي بشأن مستقبلها لو كان دونالد ترامب رئيسا لكان بوتين الآن يجلس في كييف يدعي ترامب أنه يمكنه إنهاء الأمر في اليوم الأول لفوزه هل تعلم كيف سيكون ذلك؟ إنه يتعلق بالاستسلام يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة نادرة في الحملة لانتخابات هذا العام بعدما قرر الانسحاب من الترشح لولاية رئاسية ثانية وسيقوم بايدن بحملة الثلاثاء من أجل حليف وثيق في ولاية بانسلفانيا هو عضو مجلس الشيوخ عن الولاية كما سيتوجه إلى ولاية واسكنسون لتسليط الضوء على إنجاز تشريعي مميز انضم إلينا من ولاية ميريلند الأمريكية ديفيد كارول أستاذ مشارك في جامعة ميريلند أستاذ ديفيد كارول مساء الخير أهلا بك قبل شهر من الآن نتائج الاستطلاعات استطلاعات الرأي كانت تظهر تقدم هاريس بحوالي ستة نقاط مئوية الآن ثلاثة بالمئة فقط ما دقت هذه الاستطلاعات وما الذي تؤشر عليه في هذه الحالة أنا شخصيا لن أركز إلا بشكل محدود على الاستطلاعات تكلمتم عن استطلاع جدي وجيد ولكن علينا أن ننظر إلى الاستطلاعات بشكل عام وبشكل عام هناك متوسطات مختلفة لنيويورك تايم لغيرها من الاستطلاعات وجميعها تظهر أن الأرقام متقربة جدا مع تقدم ضئيل على المستوى الوطني لكامال هاريس وهذا لم يتغير طوال أسابيع هذا هو الواقع وهذا هو الأهم والاستطلاعات تظهر أيضا أن الأرقام متقاربة جدا في الولايات المتأرجحة وهذا أهم ما علينا أن نعرفه سيد ديفيد كارول هل تعتقد بأن النتائج متقاربة إلى هذا الحد وهل ستبقى كذلك إلى غاية موعد الانتخابات الفعلي في نوفمبر نعم نحن في مرحلة يتوازن فيها الفارقان إلى حد كبير وهذا ما رأيناه في هذا القرن انتخابات العام 2020 كانت قريبة جدا وانتخابات العام 2016 رغم اختلاف النتائج بين الانتخابين الآن أعتقد أن السباق سيكون محموما حتى النهاية لن يفاجئني لا انتصار ترامب ولا انتصار هاريس ولكن ما يفاجئني هو أن يكون هناك انتصار صاحق لأي من الفارقين لأن ذلك يظهر أن الاستطلاعات خاطئة إلى حد كبير طيب ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لحملتي المترشحين ونحن على بعد أقل من شهر من الانتخابات كل مرشح يحاول أن يحصل على كل صوت ممكن دونالد ترامب منذ حوالي عشر سنوات هو على الساحة العامة وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثالثة حوله غالبية الناس الذين يريدون أن يصوتوا له قد قرروا أن يصوتوا له هناك بعض الأشخاص ربما لم يقرروا ولكن أرقامهم محدودة وطبعاً ما يهم هو الناخبون في بنسيلبينيا وميشيغن وويسكونسين وهاريس تحاول أيضاً أن تجند الديمقراطيين وأن تجلب أيضاً الناخبين من غير الديمقراطيين كانت على 90 منتس أو 60 منتس وحاولت أن تركز على الناخبين الشباب أو بعض الناخبين غير التقليديين مثلاً بعض الجمهوريين الذين يريدون بديلاً عن ترامب أستاذ كارول على ذكر هذه الولايات المتأرجحة والحاسمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية ذكرت هذه التحركات التي يجب أن تقوم بها المرشحة الديمقراطية بالخصوص كامالا هاريس وتابعنا بعض التقارير السحفية في الولايات المتحدة تتحدث عن خوف وقلق لدى الحزب الديمقراطي من استقطابها وقدرتها على استقطاب الطبق العامل في هذه الولايات إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه النقطة على حظوظ هاريس الحزب الديمقراطي تقليدياً هو حزب الطبقة العاملة ولو حددنا الطبقات وفق المداخيل هيلاري كلينتون ودجو بايدن حصلوا على تصويت هذه الطبقات ولكن الآن نتكلم عن الطبقة العاملة البيضاء وهنا رأينا بعض التضاؤل في دعم هذه الديمقراطيات للحزب الديمقراطي نرى ذلك منذ سنوات ولا أعتقد أن كامال هاريس هي أفضل مرشح لتغير هذا التوجه وهو صعب أصلاً عندما يقرر الناس أن جو بايدن أصبح كبيراً في السن ولا يمكن أن يكون مرشحاً للانتخابات كانت هي المرشح الذي وفق عليه الحزب الديمقراطي من دون نزاعات هي طبعاً أصغر سناً من جو بايدن ويمكنها أن تقول أنها مرشح تغيير وهذا لم يكن ممكناً لبايدن هذا لا يعني أنها أفضل المرشحين بالنسبة للطبقة العاملة أستاذ كارولد ذكرت أن المفاجأة ستكون في حال تقدم مرشح عن الآخر بفرق كبير ونحن نتحدث عن شهر أكتوبر شهر المفاجآت مثل ما يسمى في انتخابات الرئاسة الأمريكية برأيك ما هي العوامل التي يمكن أن تحدث فارقاً لصالح مرشح والوقت تصير جداً نعم قد تكون هناك بعض التطورات على الساحة الدولية أو بعض الفضائح داخلياً يصعب أن نتصور ولكن يجدر أن يدرك المشاهدون أننا بدأنا بالانتخابات في بعض الولايات هناك عمليات انتخاب بالبريد أو شخصياً قد بدأت وبالتالي موسم الانتخابات بدأ ليس يوم الانتخابات وكلما تقدم الوقت كلما تضاءل عدد الناخبين الذين قد يتأثرون بأي مفاجأة في الشهر الحالي هذا ممكن ولكن أعتقد أن المنافسة ستكون حميمة حتى النهاية صعبة حتى النهاية طبعاً هناك تطورات مثلاً إطلاق النار على السيد ترامب أو انسحاب بايدن ولكن أنا متأكد أن الانتخابات ستبقى قريبة رغم أي شيء أستاذ ديفيد كارول أستاذ مساعد في جامعة ميريلان شكراً جزيلاً على مشاركتنا في هذا النقاش قالت الخارجية والأمريكية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكنس سيبدأ زيارة إلى جمهورية لاو والديمقراطية الشعبية لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان واجتماعات القادة ذات الصلة حيث سيناقش الوزير ملفات عدة بينها منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتعاون الاقتصادي والمشاركة المتزايدة في التكنولوجيا الناشئة مثل الدكاء الاصطناعي والقضايا الجيوسياسية وضف البيان أن بلينكنس سيغادر بعد ذلك إلى ألمانيا وأونغولا في الفترة من 11 وحتى 15 من الشهر الجاري أثر وزير التجارة سيني وانغ وينتاو موصفه مخاوفة جدية مع ناظرته الأمريكية جينا رايموندو بشأن القيود التي تفرضها واشنطن على تجارتها وحتى على رفع العقوبات عن بلاده وشركات بلاده في أقرب وقت ممكن وجاء في بين صادر عن وزارة التجارة الصينية أن وينغ ركز التلتاء على التعبير عن موخاوفة جدية بشأن سياسة أشباه المواصلات الأمريكية تجاه الصين والقيود التي تفرضها على السيارات الصينية المتصلة بشبكة الإنترنت وشدد الوزير الصيني على أنه من الضروري بشكل خاص توضيح حدود الأمن القومي في المجالات الاقتصادية والتجارية لقيا ثلاثة من أفراد طاقم مروحية إسعاف حتفهم أثناء توجه المروحية لنقل مريض في ولاية كينتاك الأمريكية وقالت شرطة الولاية في بيان صحفي أنه تم الإبلاغ عن الحادث مساء الاثنين في مدينة وينتون بالقرب من الطريق السريع رقم 22 وأوضحت الشرطة أن مروحية تابعة لمؤسسة إير إيفاك لايف تايم للإسعاف الجوي تحطمت مما أسفر عن مقتل الأفراد الثلاثة الذين كانوا على متنها وأنه تم تعرف عليهم من جانب الشرطة لقي رجل كان يمارس رياضة التجديد في منتنزه صهيون الوطني حتفه جراء سقوطه على مسافة تتراوح بين 150 و200 قدم بالقرب من منطقة أبر إمرالد بول في جنوب غرب ولاية يوتا الأمريكية حسب ما أعلنت خدمة المتنزهات الوطنية وكان الرجل البالغ من العمر 40 عاما والذي لم يتم الإفساح عن هويته يمارس رياضة التجديد عبر مخرج هيفس كانيون برفقة ثلاثة أشخاص مساء السبت الماضي عندما سقط ليلقى حتفه مشاهدين أمريكا هذا المساء متواصل معكم والمزيد تتابعونه بعد الفاصل مع الزميلة شكرا رؤوف سكان ولاية فلوريدا الأمريكية يستعدون لوصول إعصار ميلتون وخبراء يقولون إنه سيكون من أعنف الأعصير التي تشهدها الولاية في السنوات الأخيرة عن عمر ناهز 91 سنة الأمريكيون يوديعون مغنيات موسيقى الجوسبل سيسي هيوستن والدة النجم الراحلة واتني هيوستن أهلا بكم مجددا أجل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته المقبلة إلى ألمانيا وأنجولا وذلك ليشرف على الاستعدادات للإعصار ميلتون وجهود الإغاثة بعد الإعصار هالن وقال البيت الأبيض في بيان الثلاثاء إنه نظرا للمسار المتوقع وقوة الإعصار ميلتون أرجاء بايدن زيارته المقبلة لألمانيا وأنجولا ليشرف على الاستعدادات المتعلقة بمواجهة هذا الإعصار فضلا عن معالجة تداعيات الإعصار هالن في جنوب شرق البلد لقد طلقيت إحاطة من كبار مسؤول إدارتي بشأن التحضيرات المتعلقة بإعصار ميلتون والذي قد يكون أحد أسوأ العواصف في فلاريدا منذ قرن ووجهت فريقي بعدم ادخار جهد لإنقاذ وإغاثة مواطنين لكن الأهم بالنسبة لمن هم في مصار الإعصار هو الالتزام بتعليمات السلطات المحلية وإرشادات السلامة وإذا تلقيتم توجهات بالإخلاء فيجب أن تنفذوها على الفور هذا واشتدت قوة الإعصار ميلتون مجددا الثلاثاء إلى الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة له مائتين وسبعين كيلومتر في الساعة بحسب ما أعلن المركز الأمريكي للأعصير الذي حذر من أن الإعصار المدمر يواصل طريقه في خليج المكسيك نحو ولاية فلوريدا وقال المركز إنه من المرجح أن تحدث تقلبات في قوة ميلتون أثناء تقدمه عبر خليج المكسيك الشرقي لكن من المتوقع أن يكون ميلتون إعصارا كبيرا وخطرا عندما يصل إلى الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا مساء الأربعاء وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الآن من فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة مراسل الحرة ريدا بوشفر إذن ريدا نتوقف معك عن صورة المشهد في ولاية فلوريدا وحجم الاستعدادات التي اتخذتها السلطات هناك نعم ميرا طبعا في البداية نحن نعيش آخر ساعات الاستعدادات قبل دخول أو وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا من المنتظر أن يصل غدا مساء لكن قبل ذلك أغلقت كافة المدارس وتحولت غالبيتها في المناطق الساحلية الغربية والشرقية تحولت إلى ملاجئ تأوي العائلات التي أمرت بإخلاء بيوتها أيضا محطات البنزين غالبيتها الآن مغلقة لأنه لم يعد هناك بنزين متوفر في محطات الوقود أيضا حتى محلات الأكل أو ما يعرف بالسوبر ماركت رفوفها تكاد تكون خالية اليوم بسبب أن الناس ذهبوا جريا لإقتناء ما يجب إقتناءه من أكل وأيضا ماء صالح للشرب عفوا حاكم ولاية فلوريدا روندي سانتس أكد صابحة اليوم بأنه يتمنى ويصلي بأن يكون هذا الإعصار ضعيفا لكن قال في نفس الوقت أنه لنحضر أنفسنا للأسوأ لأنه الكل مؤشرات تذل بأن هذا الإعصار سيكون مضمرا وممكن كما قال الرئيس بايدن عن إعصار منذ مئة سنة شاهدنا في الصور كيف أنه الآلاف من السيارات هربت من منطقة تامبا والمدن المجاورة هربت نحو مناطق أكثر أمانا سواء شمال ولاية فلوريدا أو حتى داخل ولاية فلوريدا في أماكن لم أو لن يمسها الإعصار كما قلت سيضرب هذا الإعصار الولاية عشية أمس أو ليلة غد عفوا إلى غاية مساء الخميس المقبل بالتأكيد نتمنى لك السلامة وللجميع من فلوريدا شرقية جنوب شرقية الولايات المتحدة مراسل الحرة هناك رضا بو شفرة شكرا لك في شهادة مصورة حصلت عليها الحرة قال أحد الناجين من أحداث العنف في ميانمار إلا عمليات قتل واسعة تجري منذ نحو شهر في البلاد ضد أقلية الروهينغا ما أجبر الكثيرين على الفرار عبر البحر للنجا وفي الولايات المتحدة يقوم مركز أوقف الإبادة بمتحف ذكرى الهولوكاست في واشنطن بتوثيق معاناة الروهينغا في ميانمار وفي بلدان اللجوء خاصة بانجلادش بين لهيب العنف في ميانمار وقسوة العيش في مخيمات اللاجئين في بانجلادش هكذا أصبحت حياة الروهينغا ومنهم إسماعيل الذي حصلت الحرة على شهادته مترجمة عبر جمعية أركان الإنسانية يروي فيها قصة هروبه من أحداث مروعة الشهر الماضي جاءوا لحرقنا داخل بيوتنا وأجبروا الفارين على ركوب قوارب في البحر قتل والدي نجا من نجا من عائلتي لكن قتل كثيرون كنا نسير فوق وبجانب الجثة والأشلاء المنتشرة في الطرقات أثناء هروبنا هناك من تفحمت جثته نجونا بأعجوبة كانوا يرقون علينا قنابل ومتفجرات وهناك من قتل بالرصاص وأصيب أثنان من إخوتي في قدميهما أثناء فرارنا وناشد العالم الإنصاف والعدل وعلى بعد ألاف الأميال تعيش الناشطة الحقوقية لاكي في مدينة شيكاغو الأمريكية بعد رحلة النجاة من أحداث العنف عام 2017 في بلدتها الأصلية في ميانمار أنا وجدت لاجئتان مجددا الآن هي شهدت أحداث عنف ضد الروهينجا في تسعينيات القرن الماضي ثم عادت إلى بلدتنا عندما هدأت الأوضاع ومرة أخرى فرت من العنف قبل أعوام وأنا أصبحت لاجئة منذ كان عمري 14 عاما العنف والإبادة لم ينتهي التصعير الحالي في ميانمار خطير الغاية والخوف من القتل يشبر الألاف على الفرار إلى عاليزيا وإندونيسيا وتايلاند وبينجلاديش وغيرها فقدت عددا من أفراد أسرتي وأعمل اليوم من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وأنا في العشرين من عمري وفي العاصمة واشنطن يحاول القائمون على مركز أوقف الإبادة التابع لمتحف الهولوكوست التوعية بمأساة الروهينجا ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات في ميانمار لوقف ممارساتها نركز على الروهينجا خاصة لأن أعمال القتل والعنف ضدهم تتم بناء على الهوية منذ عقود وهذه الأيام يعيش نحو 200 ألف شخص وسط موجات عنف قوية داخل ميانمار ونحن في المركز في العاصمة واشنطن نعمل مع صناع القرار لإطلاعهم على مستجدات الوضع هناك من خلال شبكة متعاونين يعملون معنا ومن خلال معرض الصور في متحف ذكر الهولوكوست نحاول توثيق المعاناة وتوعية الزوار بهذه المأساة وكذلك نتيح كافة الصور والمعلومات عبر الإنترنت ليصل صوتنا إلى كل مكان احتجاجات ومنشدات لا تنتهي لوقف العنف ضد أقلية الروهينجا في ميانمار والتي كانت بدأت قبل أعوام وشهدت مقتل آلاف الأبرياء وتشريد مجتمع بالكامل إثرى رجوع أفراده إلى بنغلاديش مأساة الروهينجا الإنسانية التي تدخل عامها الثامن تؤكد الولايات المتحدة وقوفها الدائم إلى جانب الضحايا وأنها ساهمت حتى الآن بما يزيد على مليارين واربعمائة مليون دولار لصالح دعم النجيين والمتضررين في ميانمار أو بورما سابقا وبنغلاديش والمنطقة المحيطة سارة نور الدين الحرة من أمام متحف الهولوكوست واشنطن منحت جائزة نوبل في الفيزياء إلى الأمريكي جون نا هوففيلد والبريطاني الكندي جيفري هانتون لأبحاثهما في مجال التعلم الآلي المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي وقالت لجنة جوائز نوبل في بيان إن كلا الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام استخدما أدوات الفيزياء لتطوير أساليب تشكل أساس أنظمة التعليم الآلي القوي اليوم توفيت مغنية موسيقى الجوسبل الأمريكية سيسي هيوستن والدت النجم الراحل واتني هيوستن عن 91 عاما على ما أعلنت زوجة ابنها في بيان الاثنين وكتبت بات هيوستن على انستجرام تقول بقلب مذقل أعلن وفاة الملكة المحبوبة سيسي هيوستن اليوم من فضلكم اذكروا عائلة هيوستن في صلواتكم وسجلت سيسي هيوستن مئات الأغاني في أنواع موسيقية مختلفة ويمكن سماع صوتها في أعمال لجيمي هاندريكس وبيونسيح موسيقى مشاهدين ينضم إلينا الآن الزميل رؤوف جربي بالإضافة أيضا إلى الزميل المحرر في غرفة الأخبار محمد مقبل أهلا بكم من جديد أهلا بك معنا محمد بالتأكيد نريد أن نتحدث أكثر عن سيسي هيوستن ونعرف مشاهدين عن هذه الأسطورة الأمريكية نعم ميرا سيسي هيوستن هي أيقونات الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين لسيما فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات عرفت بما يعرف بموسيقى الجوسبل وهي نوع من الموسيقى الكنسية التي كانت سائدة لسيما في أوساط الأمريكيين من أصول إفريقية كانت هذه هي البداية بالنسبة لها بعد ذلك بدأت تتوجه إلى الموسيقى الشعبية أو ما يعرف بالبوب ميوزك وحتى الديسكو وشكلت فريقا غنائيا يدعى The Sweet Inspirations في عام 1963 وبالمناسبة هو نفس العام الذي ولدت فيه ابنتها نجمة البوب ويتني هيوستن وقدمت بعد ذلك العشرات من الأغنيات وقدمت مع هذا الفريق نحو أربع ألبومات قبل أن تبدأ في الغناء منفردة وحصيلاتها من الأعمال الغنائية بلغت حتى آخر حياتها أكثر من 600 أغنية حتى الآن فضل رؤوف أريد أن أسأل ولو سمحت فقط ميرا باعتبار أنك أظهرت هذا الجانب التاريخي في هذا النوع الغنائي هل لازال مطلوبنا الآن لدى الشارع الأمريكي؟ رؤوف هناك أنواع من الموسيقى المختلفة قدمتها على مدار مشوارها الفني لو تحدثنا عن موسيقى الجوسبولز على سبيل المثال هي ليست شائعة جدا ولا حتى في ذلك كانت شائعة في الخمسينيات والستينيات كما قلنا لسيما في أوساط الأمريكيين من أصول إفريقية الجيل الحالي هذا النوع من الموسيقى ليس مألوفا لديه ولكنها قدمت أعمالا أخرى مثل البوب ميوزيك والديسكو وأعتقد أنها لا تزال تجد أذانا صغية على الأقل داخل قطاعا كبير من الشباب في الموسيقى الحالي أكثر من ابنتها؟ بالفعل الحقيقة أن الكثير من النقاد أشروا إلى التشابه الكبير في أصوات سيسي وابنتها ويتني هيوستن اللافت بما نتحدث عنه بأن داخل الولايات المتحدة الأمريكية توجد أنواع كبيرة ومتعددة من الموسيقى خصوصا المعاصرة من التكنو والهاوس وإذا ما عدنا الروك والهارد روك والمتال والهيفي ميتال والكاونتري أيضا ولكن بالنسبة لما قدمته سيسي هيوستن وأيضا ويتني هيوستن هل كان هناك نوع من التشابه الكبير في موضوع الموسيقى الذي قدم من قبل الاثنتين الأم وابنتها؟ ميرا المرحلة التي قدمت فيها سيسي هيوستن موسيقى البوب والموسيقى الشعبية وبعض موسيقى الديسكو لم يكن هناك تشابه فقط ولكن كان هناك تعاون ما بين الوالدة وابنتها رغم أن النقاد يقولون أنها كانت تعارض اتجاهها إلى مجال الموسيقى في البداية ولكن يبدو أن الأمر تغير عندما اكتشفت موهباتها العظيمة ويتني هيوستن هي أيقونة من أيقونات الموسيقى في القرن العشرين والحقيقة أنهما اشترك في بعض الأعمال القليلة كان من بينها بعض الألموات التي قدمت في أواخر الثمانينيات عموما أنا بالتأكيد أشكرك جزيلا شكر زميلنا في غرفة الأخبار محمد مقبل شكرا لك شكرا محمد إذن مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام أمريكا هذا المساء وأخبارنا دائما متواصلة العديد من الملفات والمواضيع نتابعها غدا وحتى في مواعيدنا اللاحقة دمتم بخير وإلى اللقاء إلى اللقاء